رئيس جبهة الحرية فؤاد أبو ناضر أكد في خلال مؤتمر صحفية قده تحت عنوان قانون الانتخابات والعبور الآمن إلى المستقبل أكد دعمه مشروع اللقاء الأرثوديكسي جبهة حرية تدعم مشروع اللقاء الأرثوديكسي هالمشروع يلي اليوم عم بيحظى بموافقة القوى المسيحية الأساسية هالمشروع اللقاء الأرثوديكسي حتى ولو كان أنه منه هالمشروع المسالي قدر خلق شغلتان اليوم أول شغلة أعطى مناصف فعلية بين المسلمين والمسيحيين ونحن الشيء اللي بدنا إيه أنه بدنا نجيب نوابنا بأصواتنا بدنا النواب المسيحيين نقدر نطالبهم ونقدر حقيقة نشوف شو عم بيعملوه ونسئلهم بعدين ونشوف شو النتيجة لعطوة ونرجع إذا وللبد أنه النتيجة كانت مش منيحة نقلوا ما تخزونا بدنا حدا تاني يجي محلكون والنقطة التانية لأول مرة من 30 سنة منشوف أنه المسيحيين توحدوا حول فكرة حول مشروع اشتركوا في القناة